مهلة أخيرة قبل أن تغرق الساحات بمزيد من صور الدم والقتل والعنف مهلة أخيرة تحذير يتكرر في صد الأوساط السياسية والشعبية والإقليمية كذلك سيما أن معضلة اختيار رئيس وزراء جديد غير جدلي يرتضيه الشارع العراقي أصبحت أكثر تعقيدا أمام مساجلات لا نهاية لها في الوسط السياسي التحذير هذه المرة على لسان رئيس الجمهورية بمثابة دق جرس الإنذار للحيلولة دون الوصول إلى خطر كبير تضيع فيه البلاد يمنح الرئيس برهم صالح مهلة لاختيار رئيس الحكومة بعد ارتفاع وطيرة العنف وأعداد الشهداء لكن وفي المقابل لا تفاؤل في اختيار رئيس وزراء من قبل الكتل النيابية فالأخيرة مرفوضة جملة وتفصيلة من الشارع المحتج الذي يريد تغيير كافة وجوه الطبقة السياسية ونهجها أمام العراق فرص كبيرة لإحياء ما تبقى من ملفات فقدها سنوات عديدة كإعادة الإعمار وفرض الأمن وتمتين العلاقات العربية والدولية فيما تبقى كل تلك الملفات قيد الانتظار في ظل أزمة الانتظار لحكومة جديدة المهلة الأخيرة حددها رئيس الجمهورية وأعطى فرصة للكتل المعنية من حسم أمر الترشيح في موعد أقصى السبت المقبل الأول من شباط تاريخ يريد الرئيس من خلاله إيصال رسالة مفادها أن الشهر الجديد يجب أن يحمل في طياته شخصية تتفق عليها جميع القوى السياسية والجموع الشعبية المطالبة بالتغيير